معدل ترسيب الدم من أحد التحليل اللي بيطلبها الطبيب المعالج واللي بيقدر يعرف منها هل في عدوى نشطة في الجسم أو في التهابات لكن خلونا النهاردة بقى نفهم يعني إيه سرعة الترسيب وإيه هو المعدل الطبيعي وليه بتزيد وإيه خطورتها وتفاصيل كتير حنفهمها مع طبيب من القلب للقلب دكتور مات حتخليه ليستشاري الجهاز الهضمي والكبد إذا كي يا دكتور؟ عالم مدام إيمان دايما بتعلمنا ودايما بتفيدنا بتاخدناك كده واحدة واحدة نهاردة بنسمع في التحليل معدل ترسيب إيه هو ده يعني إيه؟ هو الحلقة دي الحقيقة سببها اللي أنا بسمعه من المرضى يجي لي مريض داخل بيكشف مالك تقول لي الدكتور قال لي عندك سرعة ترسيب طب إيه يعني عندك سرعة ترسيب قال لي عندك سرعة ترسيب خدي مضاد حيوي مريض تاني يخش يقول لي الدكتور قال لي عندك تحليل الحمى الروماتزمية عالي خد بنسيلين مدى العمر دي ما أقولها تانية غلط المريض التالي يخش يقول لي الدكتور قال لي تحليل اسمه سي أربيه ده عالي شوية أنت عندك التهاب في الجسم خد مضاد حيوي بقى أخد مضاد حيوي بقى لي ستة شهور والتحليل ما بينزلي ستة شهور بياخد مضاد حيوي يعني إيه بقى سرعة ترسيب اللي هو تحليل اسمه ESR الساعة الأولى والتانية يعني إيه تحليل الميكروب السباحي اللي هو الASO اللي هو بعض الناس سميه لك تحليل الحمى الروماتزمية يعني إيه تحليل الالتهاب اللي هو السي أربي سورة الترسيب التلات تحليل دول بيسموهم في قيمة التحليل الطبية كرود تيست يعني إيه كرود تيست يعني اختبارات خام ما هيش متخصصة أوي ما تقدرش تقول لك نوع المرض بالزبط لكنها بتشير إلى حاجة يعني دايما فيه اختبارات طبية تشير إلى احتمال وفيه اختبارات أكثر تخصصا تؤكد هذا الاحتمال طب إحنا ليه بنعمل اللي بتشير دي ما نعمل الأكثر تخصصا وخصصا وهو ده اللي أنا عايز أقوله النهار مفيش مرض أنا عندي سورة ترسيب ده مش مرض أصلا خالص سورة الترسيب ده اختبار قديم جدا كانوا بيستخدموا لما كانش لسه فيه تقدم كانوا ترسيب يعني إيه يعني بجيب الدم بتاع البناء هذا وحطه في أنبوبة وأسيبه كده في خلال الساعة الأولى أشوف كرات الدم الحامرة نزلت قدي إيه وصفت بلازم قديه ماهو الدم عبارة عن كرات دم ماشية في سائل أصفر فشوفها ترسيبت كام في الساعة الأولى وترسيبت كام في الساعة التانية ترسيبت في الساعة الأولى من 4 ل 10 ترسيبت في الساعة التانية من 10 ل 25 ملي ده الطبيعي طب ارتفعت عن كده يعني زادت سرعة الترسيب دي معناها إيه؟ معناها أشياء كتيرة قوي سرعة ترسيب ممكن تتأثر قوي لو حضرتك عملت التحليل وانت واكلة غير ما انت صايمة بس كده من مجرد أكلت أو ما كرتش لو حضرتك وزنك زيادة غير ما انت نحيفة الراجل غير الست لو عندك التهاب في سنانك لو حضرتك قبل معادي دورة شهرية بتعمل التحليل أو أثناء دورة شهرية لو مع حمل ولا غير حمل كده هي مش أكرت بالزبط كده وبالتالي مفيش مرض يا جماعة اسمه أنا عندي سرعة ترسيب عالية